هل تذهب عدن على خطى صنعاء سؤال تبدو ملامحه اليوم اكثر تشابها ما بين اليوم الثامن والعشرين من يناير الفين وثمانية عشر وما بين الحادي والعشرين من سبتمبر الفين واربعة عشر غدا تاسقاط العاصمة الصنعاء اليوم ورغم تحذيرات الاجهزة الامنية في عدن بعدم الخروج الى الشوارع الا ان المجلس الانتقالي دفع بمسلحه الى الخروج لمهاجمة افراد الجيش والامن واقتحام المقر الحكومية مسلح المجلس الانتقالي قاموا باقتحام مقر الحكومة في خور مكسر وعبتوا بمحتوياته واطلقوا الفاظا نابية على قيادة الحكومة والرئيس مصادر طبية قالت ان قتل اشتباكات اليوم في عدن وصلوا الى خمسة عشر قتيلا وعشرات الجرحة الرئيس هادي وجه الحكومة واجهزة الامنية بالوقف الفوري لاطلاق النار وعودة القوات الى ثكوناتها فيما حذر رئيس الوزراء من اراقة الدماء ورمى بالمسئولية على الامارات والسعودية التين قال انهما يملكان القرار في عدن واضاف ان ما يفعله انصار الانتقال في عدن لا يختلف عما قام به الحوثيون في صنعاء دول التحالف اكتفت بتحليق الطيران فوق سماء عدن واصدار بيان يدعو الى التهدئة وقف اطلاق النار فيما ذهب مراقبون الى وصف هذا البيان انه بمثابة ضوء اخضر لقيادة الانتقالي للمضي في اتجاه تقويض الحكومة الشرعية فلو اراد التحالف دعم الشرعية كما اعلن غدا تدخله في اليمن لاوقف دعم المجلس الانتقالي والحزام الامني الذي تعد الامارات هي من انشأهم في عدن وتتكفل حاليا بدعمهم المالي والسياسي والاعلامي مؤخرا لم يعد خافيا على احد ان عدن صارت ميدان صراع بين الرئيس هادي والامارات ولحسم هذا الصراع يعول هادي وحكومته على دعم المملكة السعودية التي يبدو انها لم تتخذ حتى الان موقفا واضحا الى جانب الشرعية ولا تزال حتى اليوم تغض الطرف عن ممارسات الاماراتيين رغم ان هناك تباينا بين استراتيجية السعودية والامارات على الاقل في وصف ما يحدث اليوم فالاماراتيون يهاجمون الرئيس هادي ويصفون الويته بالميليشيا فيما يصف اعلام السعودية المجلس الانتقالي بمجلس عيدروس الانتقالي فهل هناك فعلا بوادر اختلاف بين استراتيجية البلدين في اليمن ام ان الامر لا يعد تبادلا للادوار ما هو قطعي اكيد ان عدن تعيش بوادر انقلاب عسكري واليمنيون ينتظرون من الرئيس هادي ان لا يكرر موقفه السلبي في صنعاء وان يقف مع شرعيته كما تتوجب عليه مسئوليته الوطنية فعدا لا تتمنى مصير صنعاء